السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 31 أب أغسطس طبعا بالنسبة للحركة الفلكية خلال الشهر القادم وخلوق المسار اللغو الجدول المعتادين عليه كل شهر صار موجود في صندوق الوصف من يومين اللي حاب يستفيد أكثر أو يحتفظ في نسخة منه القمر اليوم موجود في برج الأسد رح يظل موجود في برج الأسد حتى تمام الساعة 3.48 دقيقة من صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل حتى تمام الساعة 9.41 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزفرة وهي منزل الربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر اليوم بما أنه موجود في برج الأسد معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الأحباء يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا أو أبنائنا ويمكننا نقترض المال نستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة أيضا هذا اليوم ومنكون جارئين ومنرتد الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت الانتباه للآخرين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في أي زوايا فلكية في زوايا بتكون ما بين الكواكب الرئيسية وزوايا بتبلش كمنفصلة يعني إما مستمرة منفصلة أو في المساء بتصير منفصلة ليوم الأحد فعشان هيك ما في اليوم زوايا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نعطيها رعاية خاصة وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع طبيبنا طبعا ما بنصح بالعمليات الجراحية الكبرى لإلها ولكن إلا إذا كانت اضطرارية يوصى بجراء العمليات الجراحية لباقي عضاء الجسم ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه في برج الأسد خلوه المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة 12 و25 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم الساعة 12 و24 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة بنبدأ باليوم السبعة وعشرين يعني طيلة اليوم احنا منكون يوم سبعة وعشرين من الشهر العربي الفلكي طبعا النسبة الإضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذر حتى يوم 22 تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية القمر في الأسد حتى يوم اثنين تسعة سعيد بنسبة 60% الآن ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات العصر سعيد بنسبة 60% في ساعات المساء سعيد بنسبة 70% عطارد في الأسد حتى يوم 9-9 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 23-9 منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم فترة مثمرة إيجابية بتنجح حملة ترويج وبدأ حاول أنك تكون جريء بالطرح تتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض وأيضاً هذا اليوم ممتاز لممارسة هواية أو الاهتمام بالذات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة للمستوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة أو ممكن أعطاء المنزلية أهمش أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وانجنب العمليات الجراحية وخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة خلال هذا اليوم وأيضاً بعضكم بكون لنوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر الزيارات والتنقلات بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم مش أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل تدققوا بالتفاصيل تطمعين خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء التفاول برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضي لأن القمر صار موجود عندكم فاليوم بيرجع لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وبتتوضح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم بتشعروا بالحماسة الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر الأساس لمشروع جديد وبتملك أفكار باهرة وحلول مظهرة برضو ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتكون تنقلاتكم مهمة وتتمتعوا بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاء داعم لإلك أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تهدي من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو تفرحوا لانفراج أو تسوي مهمة أو تهتموا بهواية جديدة في حيوية ومتحمسين لمتابعة المساعي وعندكم القدرة على التواصل مع المحيط بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوي اللي بتحلموا فيها أو ممكن تناقشوا موضيع مهمة أو تجتازوا امتحانات صعبة علجوا الشؤون العائلية والمهمة خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حادروا الخلافات وما الضخم الأمور تبدو مرهفين الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما حادروا إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء بيثير النفور خصوصا للأشخاص اللي بيتعاملوا معك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صحبت وراعوا ظروفكم الصحي وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ولا معنوياتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر